بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعون تسر جامعة مليبار الإسلامية ببيرنبلاء بولاية كارلا الهند أن تعقد الندوى الثانية عن الحديث الشريف حول موضوع عن كيف نتعامل مع السنة النبوية سوف إن شاء الله هذه الندوى الأولى من نوعها في ولاية كارلا إن الشيخ الدكتور حمزة المليباري وهو من كبار المحدثين المعاصرين في هذه الأيام ليس فقط من الهند بل في العالم الإسلامي كله والشيخ حمزة مليباري له ملاحظات إنجازات عظيمة في مجال علم الحديث حيث درس في جامعة الأزهر الشريف ونال شهادة الدكتورة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكذلك قام بالتدريس في أكثر من الجامعات العربية والإسلامية مثل جامعة الشهيد عبد القادر بالجزائر وجامعة عمان بالأردن وهو الآن منذ خمس سنوات يقوم بالتدريس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية كما يشرف على الندوى العالمية للحديث الشريف بالكلية بدبي وفي هذه الندوى سوف يشترك الطلاب والباحثون والعلماء من مختلف أكثر ولاية كارلا من شط المدارس الفكرية ويهمنا هنا أن نلاحظ أن مثل هذه الندوى وبرشات عمل لم تعقد في ولاية كارلا ومثل هذا ليس فقط في كارلا بل في الهند أيضا وأقدم فعاليات البرنامج إن شاء الله سوف تستفيدون منكم وشكرا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد سماحت الأستاذ الدكتور حمزة الملعباري وفضلت الشيخ سيد حاشم الحداد وصعادة الشيخ محمد ريال مريال موسى والعلماء الأجل ومما تصر جامعة ملعبار الإسلامية وخدمتها أن ترحب إلى رحابها أولا سماحت الأستاذ الشيخ الألمعي الأبقري الذي نفتخر بعلومه وننتفع من مناهل كنوز مآرف ثانيا نرحب ألماء الإسلام وقادة الأمة لا شك ولا ريب قد اجتمع في هذه الحفلة المباركة أي في هذه الورشاء العلمية أطباء الأمة العلماء هم أطباء أمة الإسلام في كل مصر وفي كل عصر كما كلنا نعرف إن الأمة الإسلامية المعاصرة تقلي أيامها في أوساط القلايا المعقدة والأزمات والمحن المتعددة أما من واجبات علماء الإسلام ودعاته حفظ الكتاب والسنة أما هذه الورشاء العلمية تعتبد على حفظ السنة السنة أو الحديث النبوي هو المستر الثاني للإسلام وللعلوم الإسلامية إخوتي في الله نهنو كلنا ننتلر محالرتين محالرة من الشيخ المذكور أطاله الله أطال الله بقاءه والمحالرة والمحالرة الأخرى من الشيخ فللت فللت الشيخ سلمان الحسيني النذبي شيخ سلمان الحسيني الحسيني قد تأخر قد تأخرت طائرته فلذا إن شاء الله هو سيحضر في هذه الورشاء العلمية خلال ساعات أما الآن تبدأ الورشاء العلمية حول مولوء كيف نصنع مهارات فهم الهديث الورشاء العلمية يقود شيخنا الجليل الدكتور حمزة المليباري ومن أهم ما أنجز الشيخ المليباري أنه أحيى منهج المحدثين النقاد لمرفيات الهديث الشريف وهو منهج دقيق وصالح لنقذ جميع أنواع المعلومات يحتاج إليه كل طالب وباحث يريد الدفاع عن سنة النبوية صلى الله عليه وسلم وذلك بعد دراسة متتابعة منهج المتقدمين والمتأخرين دراسة تهليلية ودراسة نقدية وعصبه هذا المنهج الذي ابتكر شيخنا الجليل مهل دراسة واهتمام لدى الطلب والباهثين اليوم في أنهاء العالم الإسلامي والعربي لا أريد الإطالة في هذه الكلمة الترحيبية أنا أرحب أيلا جميع المشاركين في هذه الورشة والله أسأل عن يزيد التوفيق لفللة الشيخ سيد حاشم الهداد الذي بدل جهودا كثيرا لإنقاذ هذه الورشة تقبل الله منه ومنا وجميع المسلمين أنا أختتم كلمتي هذه وأدعو الآن لكلمة الرئاسية لكلمة الرئاسة الشيخ سيد حاشم الهداد إن شاء الله سيفتطه هذه الورشة فللة الشيخ محمد ريال الشيخ والآن أدعو الشيخ سيد حاشم الهداد لكلمة الرئاسة الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له اشهدو لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدو أن محمد عبده ورسوله اللهم صلح على سيدنا محمد النبي اللهم وعلى آله وصحابه وسلم أما بعد بحمان رايا پنددن مار نمول كو اندی بردر دورتن ياتر چهده واند نمول دا استاذ شيخ حمزة عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة